إلى الإمارات حيث تناقلت وسائل أعلام إسرائيلية مشاهد مصافحة بين أمير قطر ورئيس الإسرائيلي في مؤتمر المناخ بدبي اعتبرت أنها صورة لا تتكرر كل يوم في المقابل غادر وزير الطاقة الإيرانية علي أكبر مهربيان والوفد المرافق له المؤتمر احتجاجا على حضور مسؤولين إسرائيليين مهربيان وخلال مغادرته المؤتمر أشار إلى أن وفد الجمهورية الإسلامية يرى أن الحضور السياسي والمتحيز لاحتلال في مؤتمر المناخ يتعارض وأهداف المؤتمر ما يدفعنا إلى المغادرة